اشتركوا في القناة اللي هي الصفة المتنحية بنسب متساوية يعني هي النسب متساوية يعني خمسين في المية وخمسين في المية فما التركيب الجيني للأباء أول حاجة عندنا مدين هنا كله طبعا لما يكون كله هيطلع لإيه اللي هو كله اللي هو هيكون قصير الصف بنسبة مية في المية طب تعالين نتأكد يبقى عندي هنا النبات الأولاني اللي هو T small T small التاني زيه T small هناخد واحد من هنا ومشيج من هنا عشان الاتنين شكل بعض ده مع ده يبقى T small T small النسبة كام مية في المية اللي هو قصير الصاق وإحنا مفروض بيطلع لنا اللي هو خمسين في المية خمسين في المية فأصبح غلط رقم بين عند هنا فيه واحد اللي هو هاجين سعيد هاجين مع اللي هو متنحي تعالين نعملها كده عليها مسألة يبقى ده الأولاني وده التاني الاتنين small هنا ننزل الأمشاك بتاعتنا الاتنين مختلفين ده المشيج الأول ده المشيج الثاني هناخد واحد من هنا عشان الاتنين شكل بعض ده مع ده يبقى T capital T small ده مع ده الاتنين T small طيب اللي طلع عندي ده ده قصير الصاق قصير الصاق وده طويل الصاق تعالين نشوف النسبة كده ده نسبته كام خمسين في المية ده نسبته كام خمسين في المية أو النسبة واحد إلى ايه إلى واحد فأصبح ده الصح من نسبة لنا يعني ده اللي احنا ما ندور عليه بديل الإجابة رقم G عندي ده اللي هو سائد اللي هو ناقي وده اللي هو ايه اللي هو متنحي فهنعملها برضا قرية مسألة يبقى الأولاني capital capital والتاني اللي هو الاتنين small الاتنين شكل بعض هناخد واحد من هنا ده مشيج الأولاني هناخد واحد من هنا عشان الاتنين شكل بعض ده مع ده هيطلع لتي capital T small تعالين شوف اللي طلع كده ده اللي طلع عند ده ده طويل الصاق تمام؟ هاجين النسبة بتاعته كان مية في المية واحنا مفروض مندور على كام نسبة خمسين في المية وخمسين في المية فأصبح غلط ده بالنسبة لنا رقم ده الاتنين هاجين طب الأولاني اللي هو T capital T small والتاني زيه T capital T small هناخد هنا طبعا النازل الأمشاك كلها عشان هنا مختلفين فده المشيج الأول ده التاني ده الأول ده التاني ده بالنسبة لده أول تاني أول تاني هاخد أول مع أول capital بعد كده أول مع تاني capital small التاني مع الأول وأبدأ ب capital capital small التاني مع تاني الاتنين small تعال نشوفه اللي طالع كده عندي ده اللي طالع عندنا قصير نسبته كام 25% قصير الصاق وعندي هنا طويل الصاق طويل الصاق نسبته كام اللي هو 75% والمفروض أصلا هننا مندور على كام على نسبة 50% و50% عشان أقلي إيه بنسب ايه متساوية فاصبح ده من نسبة لنا غلط يبقى كده الصح اللي هو رقم مين رقم بيه ما التسلسل الصحيح للكيانات الحية التالية من الاقل رقيا للأعلى رقيا من الاقل للأعلى خليبنا طيب عندي هنا مدين هنا اربع حاجات زي ما احنا شايفين في جير ريشيا الدايتومات والنستق طبعا هنا اقل حاجة عند مين اللي هو ايه النستق طب ليه هنبدأ به هنبدأ به علشان ده بيطبع مملكة مين اللي هو البدائيات وعند هنا بيطبع مين مملكة اللي هي البدائيات البكتيريا الحقيقية فقط عنده هنا النواة اولية يعني ايه اولية يعني النواة غير محاطة بغشاء نوي المادة الوراثية بتاعتهم موجودة فين في قلب السيتوبلازم يبقى نبدأ بمين بالنستق عند الحاجة الوحيدة اللي بيطبع بالنستق اللي هي رقم جيم هي بدي اللي جابة يبدي اللي جابة على طول تمام النستق صح بعد كده عندنا مين اللي هو الديتومات طبعا دي بتتبع مملكة اللي هي الطلاعيات شعبة مين الطحالب اللي هي الزهبية فده صح كده بتالي مين اللي هي النستق بعد كده اللي هي الريشيا بتتبع لها مملكة النبات شعبة مين الحززيات بعد كده اللي هو الفيوجير طبعا ده ارقى حاجة فيهم ده بيتبع لها مملكة مين اللي هي النباتات شعبة اللي هي النباتات اللي هي الوعائية طائفة اللي هي الصرخصيات طبعا ديات وعقائية فعشان كده ديات بيكون أركة من ده فإذا الترتيب الصح هو رقم جيد أي مما يلي لا تحتوي نواة كل من الخلية الجسدية والمشيج الزاكري في الإنسان على الترتيب يعني عاوزين حاجة مش موجودة هنا أو هنا خلي بالنا رقم ألف أول حاجة عندنا فبقول لي هنا الخلية الجسدية عبارة عن اتنين نون هل الكلام ده صح والغلط صح وزال فل ديات صح وعند كامل اللي هو المشيج اللي هو الزاكري بيكون عبارة عن نون نص المادة الورصية لو احنا فاكرين ان عندنا اللي هي الخلية الجسدية لو انا بتكلم على انسان اللي انا بتكلم هنا على انسان بتحتوي على ستة واربعين كرموسوم أما المشيج اللي هو الزاكري بيحتوي على تلاتة وعشرين كرموسوم ده بنسميه اللي هو اتنين نون أو اتنين ان وده بسميه ايه اللي هو نون فالكلام ده صح رقم به بتحتوي اللي هي الخلية الجسدية على ستة واربعين جزئ من الدين ايه صح برضك ويه عند اللي هو الحيوان المنوي او المشيج الزاكري بيحتوي على 23 جزء من اللي هو الدينية برضك صح رقم جيم ده بيحتوي على 46 صبغي او 46 كرموسوم تمام وعند ده بيحتوي على 23 صبغي اللي هي 23 كرموسوم برضك صح رقم ده بيقول لي هنا الخلاية الجسدية بتحتوي على 44 صبغي احنا لسه قالين كام 46 كرموسوم وال46 كرموسوم كنت بقسمها على حسب انا بتكلم على ان لو مزكر انسان مزكر وقال له مؤنس يعني لو هنا خلايا مزكرة لو زكر يعني هيكون تركبة عبارة عن 44 زائد xy ده لو هو ايه زكر لو انا كنت بتكلم على انسة كنت اقول 44 زائد xx دي هتلو هي انسة 44 و 2 بقام 46 بالنسبة للزكر طب بالنسبة لانسة برضك 44 اللي هي كرموسوم جسدي زائد 2 جنسي يطلع لي كام 46 فين فيه اللي هي الانسة طبعا ده غلط ده غلط طبعا مفروض هو عددهم كام 46 كرموسوم وليس 44 فبقول لي هنا في المشيج اللي هو المزكر او الزاكرة او الحنام منوي بقول لي فيه 22 صبغي لا قالت هو مفروض كام 23 التلاتة وعشرين دي بقى السامة على حسب اللي هو زكر واللي هو انسة يعني لو انا بتكلم على اللي هو زكر هيكون عبارة عن 22 زائد x او 22 زائد y دي الحنونات المنوية اما لو انا بتكلم على انسة هيكون عبارة عن 22 زائد x 22 واحد وكام 23 22 واحد 23 22 واحد وكام 23 كرموسوم وليس 22 يبديل الحاجة الوحيدة اللي غلط لي رقم مين ورقم ده فيما يشترك الكائن الحي سين مع الكائن الحي صاد سين اللي قدامنا طبعا ده عبارة عن مين عبارة عن فطر البنت اليوم وده عبارة عن فطر ايه فطر عيش الغراب عاوزين حاجة ايه مشتركين في اهم الاتنين رقم الف ينتميان الى نفس الشعبة طب عندنا اللي هو البنت اليوم بيتبع شعبة مين الفطريات الزقية اما فطر عيش الغراب بيتبع مين شعبة اللي هي الفطريات البازي دية الاتنين من الشكل بعض يتكونان من خيوط فطرية مقسمة طب عندنا البنت اليوم عبارة عن خيوط فطرية ايه مقسمة فاذا ده صح كده طب نيجل عيش الغراب برضك عبارة عن خيوط فطرية ايه مقسمة والجرسيم طبعا بيكون موجود هنا داخل مين اللي هو التركيب اللي هو الساولاجان اللي هو قدامنا ده تمام اللي هو شكل القبعة أما هنا الجراسيم هنا بيكون موجودة فين داخل حاجة اسمها أكياس إيه جرسومية فكلام ده صح يبادي الإجابة رقم جيم عدد الصبغيات طبعا ده كائن وده كائن تاني فإذا معنا كده أنهم مختلفين فين في عدد مين في عدد اللي هي الصبغيات أو عدد الكرمسومات إحنا عارفين أن عدد الكرمسومات بيختلف على حسب نوع الكائن الحي فده نوع وده نوع تاني فإذا كده بالنسبة لنا ده غلط يحتويان على جراسيم تتكون داخل أكياس جرسومية طبعا عندي هنا أول حاجة اللي هو البنس اليوم الجراسيم بتاعته موجودة فعلا داخل مين أكياس جرسومية فالكلام ده صح إنما نيجي هنا عيش الغراب ده الجراسيم بتاعته موجودة داخل مين داخل تركيب سولغاني اللي هو شكل القبعة في إذن هما الاتنين من الشكل بعض إبا كده الصح رقم به إذا تزوج فرضان مقيان في صفاتهما المتقابلة يعني مثلا ما تكلم على لون أحمر أو كرمز بالنسبة للزهرة الصفة المقابلة لها اللي هي اللون الأبيض ولم تظهر صفة أي من الأبوين على النسل الناتج ما ظهرش أي حاجة فماذا يحتمل أن تكون الصفة الورصية المعبرة عن ذلك أول حاجة عندنا سيادة تامة هل دي كده سيادة تامة؟ طبعا غلط عشان لو هي سيادة تامة كانت هي تظهر اللي هي الصفة السايدة لأحد الأبوين في الجيل الأول بنسبة 100% يعني مثلا لو أنا عندي اللي هي لون زهرة كرمزي مع لون زهرة أبيض كان يطلع لي في الجيل الأول 100% اللي هي الصفة السايدة اللي هي لونه كرمزي وبالتالي ديات ما تنفحش تكون سيادة تامة رقم به انعدام السيادة طبعا دي الصح عندنا طب ليه؟ والله انعدام السيادة دي كانت عبارة عن أي أصلا؟ عبارة عن صفة ورصية بيحكم فيها اللي هي ورصة اللي هي الصفة مين؟ زوج من الجينات كان هنا اللي هي الجينات دياتنا لا يسود أحدهم على الأخر كان بيظهر أصر اللي هي كل من الجينين فين اللي هما متقابلين فيه اللي هو الجيل اللي هو الناتج كان مثال زي اللي احنا خدناه قبل كده زي اللي هو لون الأظهر في نبات شاب الليل لو احنا فاكرين كان عندنا أظهر حمرة لما كنت بعمل عملية تلقيح مع أظهر بيضاء كان بيطلع لي كل أفراد الجيل الأول أظهر لونها ايه؟ كورونفولي بنسبة 100% يبقى معناه كده لم تظهر الصفة أحد منين من الأبوين ما ظهرتش ولا اللون الأحمر ظهر ولا اللون الأبيض ايه ظهر ظهر لصفة جديدة خالص اللي هو اللون ايه؟ الكورونفولي فعشان كده قلنا ايه؟ قلنا عليها انعدام سيادة رقم جين جينات متكاملة برضا غلط لأن الجينات المتكاملة كان بيتحكم فيها زوجان منين من اللي هي جينات وكان بيتوقف ظهور اللي هي الصفة السائدة على وجود جين سائد واحد على ايه؟ على الاقل من ايه كل زوج أما غياب اللي هي اي من اللي هي ازواج اللي هي جينات السائدة أو هما الاتنين كان بيقدمين الى ظهور الصفة ايه المتنحية رقم دال جينات ايه مميتة برضا غلط علشان الجينات المميتة دي تنوكت عبارة عن جينات ورصية كانت موجودة بصورة نقية سواء سائدة او اللي هي متنحية طبعا ديكاب بتؤدي الى اضرر للكان الحي وبتؤدي الى تعطيل بعض العاملات الحيوية وبالتالي بتؤدي هنا الى موت اللي هو حوالي ربع ايه ربع النسل في مراحل مختلفة منه من العمر خدنا امثل عليها لو احنا فاكرين زي اللي هي جينات السائدة اللي هي الجينات اللي هي مميتة السائدة زي اللي هو جين اللي هو اللون الشعر الاصفر فين في الفقرين كان بيموت ربع النسل وخدنا كمان اللي هو الجينات المميتة اللي هي المتنحية زي صفة مين اللي هي ورصد غياب كلورفل اللي في نبات مين اللي هي الزرة كان بيطلع لله هي بادرة بيضاء كان بيتزبل وتموت وكان بردك اللي هو ربع الناس اللي ايه بيموت طبعا ديت غلط وبيتطل الصحة رقم به اي الكينات الحية التالية لا يعتبر ضن التحالب الراقية اول حاجة عندنا اللي هي رسمة اللي اقول ان ديت طبعا ده عبارة عن تحالب مين اللي هو الفيوكس وطبعا ده بيتبع مين اللي هي التحالب اللي هي الراقية شعبة اللي هي التحالب البنية ما نفعش نختاره رقم بيه الكلاميديمونس تحالب اللي هو الكلاميديمونس ده بيتبع بردك اللي هي التحالب مين الراقية شعبة اللي هي التحالب اللي هي الخضراء وطبعا التحالب ده كان تحالب وحيد الخلية كان عنده بلا سيدة خضراء زي ما احنا شايفين بيكون فينجانية ايه الشكل وكان عنده هنا اسواب يتحرك عن طريقه بردك ده غلط عشان ده بيتبع اللي هي التحالب الراقية رقم جيم طبعا دي الإجابة علشان اللي قدامنا دي عبارة عن التحالب سونائية الأصوات كده بتتبع مملكة مين ها مين فاكر اللي ينور عليكم الطلاعيات مملكة ايه الطلاعيات شعبة مين التحالب النارية رقم ده طبعا ده اللي هو تحالب اللي هو البيلوسولفينيا وده بيتبع بردك التحالب مين الراقية شعبة اللي هي التحالب الحمراء بردك ده غلط يبقى كل اللي دم يتابع اللي هي الطحالب اللي هي الرقاية مع دمين مع دم اللي هي الطحالب صناية الأصوات اللي هي ابتدت مع مملكة اللي هي الطلاقيات أنجبت امرأة أربعة أبناء تختلف فصيلة دم كل منهم عن الآخر ما التركيب الجيني لفصيلتين دم الأبوين احنا عارفين فصائل الدم عندنا أربع فصائل الـ A و الـ B والـ A-B و الـ O طيب هنرك شوي على فصيلة الدم الـ O الـ O عشان تنتج هنا في اللي هو الجيل الناتج في الأبناء وقال لي هنا هيطلع أربع أبناء بتختلف فصيلة دم كل منهم عن إيه؟ عن الآخر معنى كده هيطلع للأربع فصائل طبعا ليه ينفع الاختيار الـ O الدامي ده؟ طبعا مش هينفع عليه لما أجابص هنا الـ O احنا عارفين طبعا فصيلة الـ O متنحية يعني لازم يكون فيه جين من الأب وجين من يم من الأم يعني لازم يكون هنا فيه O وهنا فيه O هنا مفيش اللي O واحدة بس وبالتالة ده بالنسبة لنا غلط ما ينفعش هنيجي هنا هنا فيه O بس هنا مفيش ما ينفعش معنا هنا فيه O بس هنا مفيش ما ينفعش معنا هنا فيه O وهنا فيه O يبادي الإجابة تعالوا نجرب تعالوا نجرب الكلام ده صح ولا لأ أنا عندي هنا E O يبقى عندنا E O مع B O هننزل هنا اللي هي الأمشاج اللي اتنين مختلفين ده الأولاني وده التاني ده الأول وده التاني أول مع أول يبقى A-B أول مع تاني A-O ثاني مع أول B-O ثاني مع الثاني لأتنين O تعالي نركز مع بعض ده هيدينا الفاصيلة مين A-B عند طبعا اللي أبي سود على الأو فهذا هيدينا الفاصيلة ايه ال-B بي سود على الأو هيدينا بي طبعا هنا الاتنين هيدينا إيه اللي هو الأو يبقى هنا طلع لكم فاصيلة 1 2 3 4 والاربع مختلفين يبازا ده الصح عندنا ده تركيب الجينية بتاعتمين بتاعت الاباء لازم يكون عند هنا في او ولازم يكون عند هنا في ايه في او ادرس الشكلين رقم واحد ورقم اثنين ثم حدد اي العبارات التالية صحيح طالما نبصل رقم واحد كده زي ما احنا شايفين ورقة نبات والتعرق هنا تعرق شبكي طالما هنا تعرق شبكي النبات القدامنا ده بسميها من النباتات زواتة الفلقطين لأن التعرق هنا أي شبكي أما هنا التعرق هنا متوازي عبارة خطوة جامعة بعضها كده فده من النباتات زواتة الفلقة الواحدة تعالوا نشوف الاختيارات رقم ألف جزور نباتات اللي هي الشكل رقم واحد اللي هي زواتة الفلقطين ليفية هل كلام ده صح والغلط طبعا غلط علشان المفروض اللي هي جزور النباتات زواتة الفلقتين بيكون اللي هي وتدية وليست ليفية إنما اللي هي اللي هي دي بيكون موجودة فين في اللي هي نباتات مين زاية الفلقة الواحدة فأول حاجة كده غلط رقم بيه الحزم الوعائية اللي نباتات الشكل رقم اثنين اللي هي زاية الفلقة الواحدة مرتبة في حالقة بالصاق هل كلام ده صح برضه غلط ليه علشان الحزم واقية بتاعت اللي هو زاية الفلقة الواحدة بيكون مباصرة بالصاق مباصرة فين في الصاق اما اللي هي النباتات اللي هي زاوات اللي هي الفلقتين اللي هو بيسألنا عليه تمام النباتات اللي هي زاوات الفلقتين بيكون عندنا هنا اللي هي الحزم ايه مرتبة في الصاق الحزم الواقية بيكون مترتبة فين في اللي هي الصاق على شكل ايه على شكل حلقة وبالتالي ده غلا كده بنسبة رقم جيم ينتمي نبات الزورة الى نباتات الشكل رقم واحد اللي هي زوات الفلقة 2 كلام ده صح والغلط برضه غلط ما احنا عارفين اللي هو نبات الدورة ده من النباتات زوات الفلقة الواحدة يعني معلن كده بيتبع مين بيتبع اللي هو النبات رقم 2 الشكل رقم 2 وليس رقم 1 رقم دل اظهر نباتات الشكل رقم 2 اللي هي زوات الفلقة الواحدة قد تكون ذات محيطات زهرية سلاسية او مضاعفاتها يعني 3 6 9 وكذا 12 هل كان ده صح ايوه صح يبدي الاجابة احنا عارفين طبعا اللي هي المحيطات الزهرية بتاعت اللي هي نباتات زوات الفلقة الواحدة بيكون سلاسية او مضاعفاتها اما اللي هي المحيطات الزهرية بتاعت النباتات زوات اللي هي الفلقتين بيكون روبعية او خماسية او مضاعفاتها يعني 4 18 او خماسية 15 15 وهكذا يبدا صح بالنسبة لنا كده يبدا الاجابة رقم مين رقم دل اي الحالات الوراثية التالية المسؤول عن ظهورها جين سائد في الانسان هندور على مين على جين سائد في الانسان اول حاجة عندنا اللي هو الصلع مين اللي هو الوراثي ايه رأيكم هل المسؤول عنها جين سائد ايه يبدا دي الاجابة والله اللي هو المسؤول عنها زي ما احنا قلنا عبارة عن جين سائد وده مسؤول طبعا ان تساقط مين الشعر وده بيبقى موجود على مين على اللي هو كرموسوم اللي هو الجاسدي وفي نفس الوقت بيتأثر بمين بيه اللي هي رمونات اللي هي الزكورة الصلاع طبعا ده بيكون عند الزقور زي ما احنا عارفين بيكفي لظهوره وجود ايه جين واحد فقط لان هنا بيتأثر بمين بهرمونات مين الزقورة اما بالنسبة للاناس لابد من وجود مين اللي هما جينين مع بعض رقم بيه العطاء الطفولي طبعا غلط عشان ده من لواء الجينات اللي هي المميتة المتنحية رقم بيه العمى اللوني برضه غلط علشان المسؤول عنه جين متنحي بيحمل على كرموسوم الجين سي اكس رقم ده اللي هي موفاليا طبعا ده برضه غلط علشان المسؤول عنه برضك ايه جين متنحي بيحمل برضك على كرموسوم مين اللي هو جنس ايه اللي هو الاكس نخلي بقى لنا ان عمى الالوان ده الشخص ده اللي هو عنده عمى الوان ما يقدرش يميز بين الالوان وخصوصا لهي الالوان مين اللي هي الحمرة والهي الخضرة يبقى كده الاجابة الصحة رقم ألف ايه الكينات الحية التالية يحتوي على المفتات اول حاجة عندنا ده عبارة عن مين عبارة عن نجم البحر وطبعا ده بيتبع مين بيتبع ليه شعبة اللي هي شوقيات اللي هي الجلد الجدار بتاعه بيكون عنده أشواك عنده صفاح اللي هي كالسية وعنده كمان تركيبات من أسفل شكل مين شكل اللي هي الممصات بسميها ليه الأقدام اللي هي الأمبية طبعا ده بنسباننا غلط ما عندهش مفتات رقم بيدة عبارة عن خيار البحر ده بيتبع من شعبة اللي هي شوكيات جلد برضا كمعندوش مفتات رقم جيم اللوى الاختبوط طبعا ده الصح عندنا علشان الاختبوط ده بيتبع شعبة مين الرخويات عنده عضو شكل اللسان بيحمل صفوف من الأسنان وعند هنا اللي هو اللي طبعا صفوف من الأسنان دي بسمها اللي هي السفن أو بسمها اللي هي المفتات اللي هو بصأنها عليه تمام وطبعا ده بيستخدم فين في عملية إيه التخزية الرقم دال ده عبارة عن أنديل البحر وأنديل البحر ده بيتباع شعبة اللي هي اللاسعات الفم هنا بيكون عنده هنا حوالي زوائد وامتدادات بسميها اللي هي اللوامس وطبعا ده بيحتوي على تجويف بسمية تجويف الوعائي المعدي برضك ده غلط ما عندهش مفتاة يبقى الوحيد اللي عنده مفتاة اللي هو رقم مين رقم جيم اللي هو ايه الاختبط تزوجت المرأة بنية العيون نقية وحاملة لجين مرض الهيموفيليا من رجل أزرق العيون ومصاب بمرض الهيموفيليا أي مما يلي يعتبر أحد التركيب الوراثية المحتملة للأبناء علما بأن جين لون العيون البنية لو بي كابيتل يسود على جين لون العيون الزرقاء بي سمول اللي هنا امرأة بنية ايه العيون نقية معنا كده هما الاتنين بي كابيتل وفي نفس الوقت حاملة لجين مرض الهيموفيليا حاملة للجين معنا كده هعمله اللي هو اتش كابيتل اتش سمول يبقى عندي كده اول حاجة عندنا كده اللي هي المرأة هيكون عبارة عن اللي هي بي كابيتل بي كابيتل ده عيون بنية وعندي امرأة يعني اكس اكس وحاملة ليه اللي هو مين جين مرض ايه لمفالية يعني اتش كابيتل اتش سمول يبقى ده عبارة ايه عبارة عن امرأة بنية العيون وفي نفس الوقت ايه حاملة لجين مرض الهيموفيليا مع رجل اللي هنا الرجل ايه الرجل ازرق العيون ازرق العيون تمام يبقى معنا كده عبارة ايه بي سمول بي سمول ومصاب بمرض الهيموفيليا يبقى عند الرجل اللي هو بي سمول بي سمول ده اللي هم عنها ازرق العيون والرجل طبعا اكس واي وقال ليه هنا مصاب يعني اتش سمول يبقى ده عبارة عن رجل ازرق العيون مصاب بمرض الهيموفيليا تعالى نكملها كده على عيات مسألة هننزل هنا الامشاك بتاعتنا طبعا اتنين دور شكل بعض هناخد واحد معده واحد معده فعنده كده هيكون بي كابيتل اكس اتش كابيتل ده والمشيج المشيج التاني ده معده بي اكس اتش سمول الامشاج هنا ناخد ده معده يبقى بي اكس اتش سمول وعنده ده معده بي وي تعالى نكملها كده الاول مع الاول يبقى عندي هنا بي كابيتل بي سمول كابيتل سمول تمام اكس اكس كابيتل سمول هتش كابيتل هتش سمول بعد كده ده معده بي سمول اكس اكس اتش كابيتل بعد كده ده معده بي كابيتل بي سمول اكس اكس اسمول اسمول بعد كده ده معده بي اسمول اكس وي اتش اتش مين اتش سمول طيب تعالى بقى نشوفي اللي طلع عندنا ايه عنده هنا طبعا ده عبارة ايه عبارة عن انسة انسة بنية ولا زرقاء طبعا هي بنية. بنية العيون. وفي نفس الوقت هنا حاملة لجين مرض. حاملة لجين مرض الهيموفيلية. هنيجي هنا طبعا ده عبارة عن زكر. زكر. بني ولا ازرق طبعا ده بيسود على ده فده بني العيون. بني العيون. وفي نفس الوقت هنا ايه سليم طبعا ده. سليم. بني العيون هاجيني الاول كده. وفي نفس الوقت ايه سليم من مرض الهيموفيلية. هنيجي هنا طبعا ده عبارة عنسة. بنية هاجين. هاجين. وهنا ايه طبعا هي مصابة. مصابة بمرض الهيموفيلية. اخر حاجة عندنا اللي هو الزكر. طبعا ده عبارة عن زكر. بني العيون. بني العيون هاجين. وفي نفس الوقت ايه مريض. تعال نكمل كده مع بعض. فقال لي هنا بقول لي هنا ايه بقى. قال لي هنا. ايه التركيب الورصية المحتملة للمين للابناء. عاوزين الابناء. طيب نشوف هنا اول حاجة عندنا كده. عند هنا بيه الاتنين كابتل. هل هنا فيه طلع الاتنين بيه كابتل. ما فيش طبعا هنا الاتنين بيه كابتل قدامنا. وبالتالي اول اختيره ده بالنسبة لنا كده غلط. بيه كابتل بيه كابتل بس هنا الاتنين اتش كابتل. هل هنا فيه الاتنين اتش كابتل. هنا اتش كابتل اسمول كابتل. وهنا الاتنين اسمول لفظين ده كمان مينفعش معنا. الاتنين بيه كابتل عند هنا اتنين بيه كابتل فيه لا مفيش. اخر حاجة عندنا له وazكر سليم. وفي نفس الوقت هنا بن العيون هاجين. طبعا ان ده بيمس لي الحالة اللي قدامنا ها. عند هنا زكر سليم اتش كابتل. وفي نفس الوقت ايه بن العيون ايه هاجين. فاذا اضل اختياره الصحي بالنسببرنا رقمين. رقم دي. الشكلان مقابلان يمسلون نوعين من الكائنات الحية اول شكل اذا ما احنا شايفين ده عبارة عن اللي هي دودة البلهاريسيا دودة البلهاريسيا دودة البلهاريسيا والحاجة هنا ديت اللي هي دودة الاسكارس هعمل لي هنا سين سين ده مشترك بينهم هما الاتنين يعني احنا دلوقتي عاوزين حاجة موجودة هنا وموجودة هنا فهنا بقول لي اي مما يلي يمثل سين رقم الف شكل الجسم هل شكل الجسم هنا شكل هنا طبعا غلط لان هنا الجسم زي ما احنا شايفين بيكون جسم ايه مفلطح فعشان كده بسمادي دهنا مفلطحة انما طبعا هنا الجسم بيكون ايه استواني مدب من ايه من الطرفين وبالتالي هنا الجسم ايه مختلف عن بعض ما ينفعش اختار شكل الجسم عدد اللي هي طبقات اللي هي الجسم طبعا ده الصح عندنا علشان هما الاتنين بتكونوا من ثلاث طبقات يبع عندي دودة البلهاريسيا ودودة الاسكارس هما اللي اتنين بتكونوا من طلب الطبقات وهما اللي اتنين عندهم تماثل جانبي في ذلك ده صح الشعبة المنتميان لها طبعا دينا اول حاجة اللي هي دودة البلهرسية دي بتنتمي الى شعبة اللي هي ديدان و مفلطحة اما اللي هي دودة الاسكارز بتنتمي الى شعبة الديدان الاصطوانية و بيسمها الخيطية يبقى هما الاتنين مش نفس الشعبة وجود الاشواك تحت الجلد طبعا هما الاتنين ما عندهمش اشواك وهنا بقول لاتلة What? يبقى هما الاتنين ما عندهمش ايه اشواك لان الاشواك اللي هي موجودها تحت الجلد دي اتناه بيكون موجودة في شعبة اللي هي ديدانة اللي هي الحلقية علشان تقدر تساعد على ايه على الحركة اثناء فترة الحمل متى يبدأ جنين حالك كلاين فلتر في تكوين خلايا المناسل حالك كلاين فلتر اللي احنا فاكرين كانت عبارة عن 44 زائد XXY يعني هنا كان كورموسوم 44 يبقى كام يعني 47 كورموسوم ده حلقة شزة طيب عندي هنا طبعا هنا في كورموسوم X زيادة وبالتالي طبعا وعندي هنا في Y معنى كده اللي قدامنا ده عبارة عن زكر والزكر احنا وانا في Y يبقى ايه يبقى زكر الزكر اللي احنا فاكرين كان بعد حوالي 6 اسابيع من بداية الحمل يعني حوالي شهر ونص من بداية الحمل بتبدأ بتكون هرمونات الهرمونات دي تنواب بتبدأ تنبه ليه انسجة المناسل علشان تكون مين الخصيطين وبعد كده بتبدأ ايه تتكون اللي هي باقي العضاء التنسلية ايه الاخرى فبقول له رقم الف بعد حوالي شهر طبعا غلط احنا ونا شهر ونص بعد حوالي شهر ونص طبعا ده الصح او 6 اسابيع اللي اتنين صح بنسبانا من بداية الحمل بعد حوالي شهرين غلط بعد حوالي 3 شهور ده الكلام ده بيكلم على مين بيكلم على الانسة لو هو كانت انسة كنت تقول طوله كلام ده صح ان الانسة بعد 3 شهور او بعد حوالي ايه اللي هي 12 اسبوع من بداية الحمل كان بيكون مين اللي هم المبيضين اي مما يلي صحيح بالنسبة لليوجلينا اول حاجة رقم الف تتبع مملكة النبات لاحتوائها على بالاستداد خضراء اول حاجة عندنا تتبع مملكة مين النبات هالكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط علشان هي بتتبع مملكة مين الطلائعيات شعبة مين اليوجلينيات هي عندها فعلا بالاستداد بس دي غلط بالنسبة لنا اصبحت العبارة غلط بتتبع مملكة الحيوان هل هي تبع مملكة الحيوان احنا لسا هلين والله بتتبع مملكة مين بتتبع مملكة اللي هي الطلائعيات تمام فازان دي كده غلط اللي احتوائها على وسيلة الحركية فعلا عندها وسيلة حركة عندها اللي هي صوت وتتحرك عن طريقه بس دي بالنسبة لنا خليتها غلط بدايات يعني أولية النواية طبعا كلام ده غلط هي من الطلاعيات يعني حقيقية النواية إذن دي كده غلط لأنها وحيدة الخلية برضك إيه طبعا هي وحيدة الخلية صح بس دي خلية غلط فأصبحت العبارة غلط رقم ديل زاتية التغذية لاحتوائها على بالاستداد خضراء طبعا ده الاختيار الصح بالنسبة لنا رقم مين رقم ديل لأنها فعلا هي زاتية التغذية علشان عندها أي بل استداد يعني تقدر تقوم بعملت مين البناء الضوي ماذا تتوقع أن يحدث في حالة تلقيح نباتين زورة كلاهما هما الاثنين أخضر هجين هما الاثنين أخضر هجين يعني الأولاني هيكون سي كابيتل سي سمول والتاني سي كابيتل سي سمول أخضر هجين وده أخضر هجين تعال نكمل كده مع بعض هننزل الأمشاج الاثنين مختلفين هننزلهم هما الاثنين ده المشيج الأول وده الثاني ده الأول وده الثاني أول مع أول يبقى كابيتل كابيتل أول مع تاني كابيتل سمول تاني مع الأول وأبدأ بكابيتل كابيتل سمول ده مع ده الاثنين سمول اللي طالع عندي هنا زي ما احنا شايفين كده طبعا ده عبارة عن بادرات بيضاء ده هتزبل وتموت وده نسبتها 25% عند الاثنين دول كده أخضر هجين وده أخضر ناقي ده نسبته 25% دول نسبتهم 50% التلاتة دول مع بعض كده اللي هم طبعا نفس الطرز المظهر الواحد اللي هو ايه اللي هو الأخضر يعني نسبتهم كام 75% يبقى النتيجة العامة 25% الى كام 75% او نسبة 3 الى ايه الى 1 فهنا اكتب له هنا ايه اقول له هنا طبعا هيموت مين رابع اللي هو النسل يموت رابع رابع اللي هو النسل اللي هي نسبة كام 25% لانها عبارة عن بادرات بيضاء تزبل وتموت هيتفضل لي كام هيتفضل لي اللي هم 75% 75% من الناسل او الجيل الناتج الجيل الناتج نسبة 50% 50% بادرات خضراء هاجين اللي هو سي كابتل سي سموال وعنده كمان 25% بادرات خضراء مقية اه ليه سي كابتل سي كابتل. قم بتصنيف مفتاح تصنيفي سنائي لتصنيف الكائنات الحية التالية الاميبة البيلوسولفينيا الفيوكس الاسبروجايرة معتمدا في التصنيف على الصفات التالية حسب ترتيبها. اول حاجة عندنا هنبدأ بها كده نوع التغذية ذاتية ام غير ذاتية. يبقى اول حاجة نبدأ بها نوع نوع التغذية. هل سما الحاجتين. اول حاجة تغذية ايه? زاتية. والحاجة التانية تغذية ايه? غير زاتية. بعد كده وجود اللي هي بالاستدات الخضراء او حاملات اللي هي الاصباق طبعا اللي هي الكلام ده على زاتية. يبقى زاتية دي اسمها الحاجتين. اسمها الحاجتين. طبعا دي اسمناها الحاجتين. اللي هي زاتية وغير زاتية. زاتية اسمها الحاجتين. اول حاجة اللي هي ايه? وجود مين? وجود. بلاستدات. بلاستدات خضراء. والحاجة التانية حاملات ايه? وجود. حاملات اصباغ. بعد كده. اللون حاملات الاصباغ بنية او حمراء. يبقى عند حاملات الاصباغ دي هي السمها الحاجتين. دي هي السمها الى حاجتين. حاملات اصباغ ايه? بنية. حاملات اصباغ بنية. وحملات اصباغ ايه? حمراء. تعالا بقى نشوف حط كائنات اللي هي عندنا ديت. فاول حاجة عندنا اللي هو مين اللي هو الاميبة. هل الاميبة اصلا عنده آآ كائن زاتي والغير زاتي طبعا غير ذاتي فحط طبعا مين اللي هي كائنات غير ايه غير ذاتية بحط هنا ايه الاميبة بعد كده عندنا البيلوس الفانية طبعا ديها من التحالب مين اللي هي الحمراء فحط هنا مع مين مع اللي هي عندها حاملة اصباخ حمراء اللي هي البيلوس الفانية بعد كده عندنا الفيوكس طبعا ديها من التحالب اللي هي البنية فحط مع مين مع البنية الفيوكس آخر حاجة عندنا لو الأزبير وغيرة حط مع مين لو عنده إيه بالاستداد خضراء الأزبير وغيرة يا ربكم فهمنا ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء إن شاء الله في أحلقة قادمة وبالتوفية لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته